إنه فرح القيامة الذي سبق فرح الميلاد وأنتج فرحا مضاعفا الفرح الأول تجلى بوجود البطريارك الأنطقي والأب الروحي حن العاشر بين أبناء الكنيسة في سدن أستراليا في حين برز الفرح الثاني جليا بتنصيب المطرن الجديد على أبرشية أستراليا ونيوزيلندا والفلبين الميتريبوريد باسيليوس قدسية وما بين الحدثين الأنطقيين فاح من كنيسة القديس نيكولاوس في سدن عبير أنطاكيا وشعاع الإيمان هذه الرعية التي تعد من أكبر الرعاية في سدن وتتميز كنيستها بجمال هندستها المعملية وتتوسط باحتها الخارجية شجرة الزيتون التي ترمز إلى الحياة على وقع قرع الأجراس واللافتات المرحبة وعصف فرق الكشافة دخل البطريارك حن إلى الكنيسة وترأس القداس الإلهي وسط حضور شعبي مهيب عاونه في الخدمة كل من مطرن أستراليا ونيوزيلندا والفلبين الميتريبوريد باسيليوس قدسية مطرن صور وصيدة وتوابعهما للروم الأورتدوكس الميتريبوريد الياسك فوري الأسقف أليكساندر مفرج من أبرشية أمريكا الأرشمندريت نبيل خشاب الأرشمندريت بارسانيو سلاطي مدير دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريقية أنطاكيا الأرشمندريت أليكسيش حادي وكهنة أبرشية سدني وشمع ميسا في عيزته الروحية عبر البطريارك يحنى عن فرحه لوجوده في أستراليا وتفقده الوجوه النير المتوهجة كتوهج أنطاكيا مؤكدا أن كنيسة أنطاكيا هي العروس والشاهدة على ثقافة السلام والقيم أنطاكيا التي عاشقت سيدها وعاشت حسب وصياه وتعاليمه وتوجه إلى المؤمنين بالقول قائلا في أحلى من هالكنيسة في أحلى من هالإيقونستاص ومن هالأيقونات ومن هالجداريات المعلقة على الحيطان ولكن الأحلى هو وجوهكم أنتو الكريمة والطيبة لأنكم أنتو بإيمانكم وبرحمة الرب اللي عم ترحمكم وتأويكم أنتو اللي عم تقيموا هالكنيس واللي عم تعمروا واللي عم تبنوا واللي عم تأدموا واللي عم تعطوا ليس فقط من حياتكم وإنما أيضا من قلبكم ومما يعطيكم الله إياه وفي ختام عيزته هنأ الباطريارك يحنى أبناء الرعية بالمطران الجديد بسيديوس قدسية كما هنأ المطران بأبنائه في أستراليا لما يتمتعون به من محبة وأخلاص وتواضع سائلا الرب أن يزرع سلامه في سوريا ولبنان والمنطقة بعد ذلك غص صلان الكنيسة بالمؤمنين الذين وفدوا لالتماس بركة الباطريارك يحنى ولتهنئة المطران الجديد يا ربي يا رب اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك غرستها ترجمة نانسي قنقر